قبر النهاردة كان حزين جدا 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 طبيب نادي الزمالك دكتور محمد أسامة أعلن إصابة محمود حمدي الوينش مدافع نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني بقطع جديد بقطع جزء جديد في الرباط الصليبي بعد الفحصات اللي كانت حصلت لي اللاعب خلال الأيام الماضية دكتور نادي الزمالك قال إن الوينش هيسافر لألمانيا خلال الأيام اللي جاية عشان يتم عرضه على أحد الأطباء ويعمل عملية جراحية بناء على قرار من الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك حظوحش قوي قوي الوينش قوي والله ربنا يعينه إن شاء الله بإذن الله بإذن الله يرجع أحسن من الأول كمان صابة ورق صابة ورق صابة ويعني أمور صعبة ده منتهى سوء الحظ لأي لاعب بس هي تجربة من عند ربنا إن شاء الله بإذن الله يعديها على خير